بنبارك للعيبة لكن كمان هاخد من كلامك ان كمان على المستوى على مستوى الإدارة الفنية يعني ده اعتقد تاني ماتش بعد غاز المحلة ما كانش متواجد مسيماني في الملعب لكن حسينا وعيشنا هذا التفاهم الكامل ما بين عضاء الجهاز الفني اذا كان كيفين جونسون اذا كان كابتن سامي امصان من خلال كلامه متواصل مسيماني معهم على طول الخط ده بيدل انه فيه تيم وورك شغال يعني فيه فرق كتير مما بيغيب عنها المدير الفني بتحس ان لا ممكن الاداء يتغير شوية لكن احنا شايفين خلال حتى الماتشين اللي فاتوا انه بيشتغله تيم وورك والروح حلوة جدا من خلال الإدارة الفنية المؤسسات الكبيرة بتشتغل كده واعظم حاجة يعني لو فيه مدير وعنده إدارة ان الإدارة دي تشتغل بنفس الكفاءة بنفس المستوى في وجوده او في غير وجوده ده اللي هو النجاح انا كمدير فني اسوأك موجود او مش موجود لو مرة الفرق خاصة ابتها تشتغل بنفس الفكر لانه بيشتغل بشكل جماعي بشكل منظم زرع فكرة كله بيشتغل عليها فسوأ هو موجود هتتنافذ مش موجود هتتنافذ كلام منتهي يعني فده ده مسيماني احنا شايفين مسيماني موجود جوة الملعب حتى وهو قاعد هنا في القيارة صحيح اه موجود موجود بفكره موجود في التشكيل موجود في اداء اللاعبين موجود في التعليمات فده نجاح كبير جدا جدا للمدير الفني ان الفرقة تؤدي بنفس الشكل وبنفس المستوى دون شعور بعدم موجوده في الملعب نجاح لكل الجهازة كمان احنا نتكلم على المدرب يعني خلينا نتكلم عن مدرب مساعد ومدرب عامل الحاجات دي مش موجودة في اوروبا نتكلم على التي مورك الستاف بالزبط نين مدربين كابتن سامي وكيفين جونسون ده دليل عنه هم كلهم في بوتاقة واحدة وفكر واحد ورؤية واحد شوفنا ده في الماتش اللي تلعب هنا في القاهرة والماتش المحلة الاهلي قده بشكل قوي شكل مميل يعني في بعض الفرق لما المدرب بيتطرد ويوقت في المدرجات الناس بتتقامي دايق أو علانة وهيدير مباراة ازاي ومش هديرها ازاي وماسك تليفون فوق وتليفون تحت ودعو التنظم كون انك انت في دولة تانية وبتلعب بنفس الاداة وبنفس الشكل فده دليل على نجاح للجهاز الفني للنادي الاهلي صحيح